تعالوا نروح نتكلم شوية عن ما يحدث في اليابان يعني أظن إحنا حتى يا سيدي بالتعبير الدارجية لا بس قبل اليابان لا بس عايز أقول حاجة سريعة على موضوع الهند ده موضوع الهند ده مش بس مهم هو مهم إلى أبعد الحدود وهنا لازم تبص عليه بنظرة وبزاوية هي إنه لفي حد بيضرب الهند على إيدها ولا يعرف يضرب الهند على إيدها بالمناسبة عشان بس نبقى نتفقية والهند ليست من الدول المانحة المقرضة بشكل عام يعني مش معروفة في العالم بدأ الهند بلد الشراكات الواضحة وبالذات فيما بعد سبعينيات أو حتى منتصف تمانينيات القرن العشرية الزهنية والعقلية السياسية والاقتصادية الهندية اختلفت بشكل تقريبا كامل وبنسبة تقريبا مية في المية كويس؟ يعني من بعد نهرو من بعد أنديرا جاندي من بعد حتى رجيف جاندي يا سيدي الدنيا اختلفت تماما عشان بس تبقى فاهم يعني طيب وطبيعة الأوزان والأثقال السياسية في الهند أصلا اختلفت بالكلية علاقة أو العلاقات المصرية الهندية الحديثة خلال الكم سنة اللي فاتوا مبنية على هذه اللبنات أو على هذه الأحجار أو على هذه الأسس ده الفاونديشن الأساس علاقات فيها مصلحة مشتركة ولازم تبقى كبيرة أنت بتتكلم على بلد تقريبا تعدادها حوالي مليار وربعمائة مليون بتتكلم على بلد من أقوى سبع اقتصادات على مستوى العالم أو من أكبر بمعنى أدق قاعدة صناعية مهولة هضرب لك أمثال بسيطة من غير ذكر مثلا مركات في عربيات من اللي احنا ما نحلمش نركابها دي اللي احنا بنشوفها في التلفزيون أو نشوف الجماعة الأغنية سيئنها في الشوارع دي ملك شركات هندية مثلا وبتتصنع أو جزء من خطوط انتاجها بيتصنع هناك وفي بعضها خط الانتاج بالكامل موجود هناك ده مش بس كده هناك الكثير من الأحجام الاستثمارية على مختلف القطاعات الاقتصادية الهندية عملاقة نفس القصة الصين على سبيل المثال بس أنا هرجعك على الهند وبالتالي العلاقة اللي تبنت أو اللي تأسست العلاقة الحديثة اللي تأسست مش بكلم بك علاقة تاريخية خلال السنين القليلة الماضية واللي بتتوج بالزيارات الأخيرة في 22-23 وركز معاه على كلمة بتتوج تؤدي بإذن ربنا سبحانه وتعالى إلى الكثير من المكاسب للبلدين والهند مش هتيجي تحط استثمارات في دولة غير موثوق في اقتصادها أو أن اقتصادها ضعيف أو أنه اقتصادها متراجع أو أنه غير قدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها غير مستقرة أمنياً أو غير مستقرة سياسياً أو أن اقتصادها تشوب شائبة خالص لا الهند هتعمل كده ولا الصين ولا الألمان بالمناسبة اللي بيستثمروا عندنا برضو إلخ 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 فيبقى التأدير هنا هو أنه ما نفكر بمخنا ما تاخدناش الجلالة ونقول كلمتين لحنا حملهم أنا بتكلم على البعض يعني بعض يروح كاتب له كلمتين كده ولا يطلع له بتصرحين لأنت حمل الكلمتين دول لأن انت مش حملهم لأن انت مش فاهم حجمهم إيه لأ هو الاقتصاد المصري فعلاً اقتصاد ماشي بالمظبوط وبالمناسبة مش شايف نفسه أعظم حاجة في الدنيا ولا احنا شايفين كده احنا شايفين أنه احنا طول الوقت في الحاجة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري لأن احنا بدأنا ده عملية من 2016 يعني بكوننش محتاجين حد يلفت نظرنا شايفين يعني أنا هنا بكلمك على المية واربع مليون مواطن احنا كلنا في مصر طيب وإنه دخول مصر زي ما بيقولك كده لبريكس أو مفاوضات مع بنك التنمية اللي هي مش مفاوضات هي خلصة بنك التنمية الجديد أو موحدة شانجهاي الكبرى والعظمة بالمناسبة أو الاتحاد القراسي ودي لسه مفاوضات ودخل حتى فيها بعض الدول العربية الخليجية والبعض بات بين أو قابق أو سين أو أدنى من إنه خلاص يمضوا هم كمان الاتحادات الكبرى اللي من النوع ده أو التحالفات أو الشراكات أو التجمعات الاقتصادية والمعاهدات الاقتصادية اللي بالأحجام دي ما بتهزرش وما عندهاش مجملة الاقتصاد لا يعرف المجملة يعني الفلوس ما فيهاش هزار يا حبيبي على رأي الأفلامية دي فده بس كده واجب التنوية وتاني راجع كويس اللي حصل خلال الخمس تيام اللي فاته اكتب مثلا إيه روسيا ومصر العلاقات المصرية الروسية أو السياسات النقدية المصرية الروسية مثلا هتجد رزمة أخبار كده اوه دقرأ واسمع وفهم وحلل وميد فل واربعتاشر ولما نيجي نتكلم على أزمات اقتصادية تعصف بالعالم هي تعصف بالعالم حتى ولو كان بالتعبير ياه اللي بنستخدمه هزار كده يقول لك كوكب اليابان باعتبر ان اليابان منعزلة طول الوقت عن أي تداعيات دولية يمكن مع نهاية الحرب العالمية التانية بعد الهزيمة اليابانية وقتها فاليابان خدت قرار انها تبقى بمنأة عن القلق العالمي وبنت قاعدة صناعية كانت بدأت الحقيقة برضو تأسس لها من بدري من نهايات القرن التسعتاشر بدأ يحصل تغيير جوه البنية الرأس مالية اليابانية لكن ايه هو الوضع الاقتصادي الياباني دلوقتي يعني مثلا مثلا حضرتك تعرف اذا كانت اليابان مديونة ولا لأ طيب تعرف حجم اذا كان في دين يعني أصلا تعرف حجم الدين الياباني ايه انا بقولك ده ليه عشان نفهم يعني من كام يوم وامبارح وقبلها بأسبوع كنا تكلمنا عنها مثلا ألمانيا ولو عوزنا نكلمك حتى عن الاقتصاد الفرنسي البريطاني اهلا وسهلا وبالمناسبة وهجب لك كلامهم هم بيقولوا ايه طيب انت تعرف ان اليابان حجم ديونها 266% من حجم الموازنة يعني قد الموازنة 266% ده الدين هتيجي تقولي بقى انا جبتلك نسبة حتى مش راقة عايز تعرف الرقم 9 و 2 من 10 تريليون ايه لأ 2 و 9 من 10 ايه 9 و 2 من 10 استنى اعلم اجيب لك الرقم بالملي علشان احب في الحاجات دي الدقة حتى لا يأخذ علينا حد ايا كان من هب او دب او الوقت اتفه محمد ناصر حتى ولا حتى سيبك منه اه 9 و 2 من 10 تريليون دولار ده الدين العام صح 266% من الناتج المحلي الاجمالي انقسك مش من حجم الموازنة 266% من الناتج المحلي الاجمالي الياباني 266% ديون يا انها ربيض 9 و 2 من 10 طبعا انت هتيجي تقولي يا عام يوسف 9 و 2 من 10 ده جنب الاقتصاد الياباني ده اكيد ولا حاجة يا ابني ولا حاجة ايه بقولك 266% من الناتج القومي الاجمالي انا جبتلك الرقم و جبتلك النسبة اصلا ممكن تبقى 9 و 2 من 10 تريليون وهم مثلا الناتج القوي بتاعهم 3 زيليون اللي هو 1000 تريليون بقى ساعت هيبقى خلاص مش مشكلة هي عند فكة لكن ده 266% من الناتج القومي الاجمالي طيب هو اليابان قدر على الوفاء بالدين ولا لا ده سؤال مهم جدا طب هل فيه تخوفات من عدم قدرة اليابان على الوفاء بالديون ولا لا ده اصبح حديث دائر داخل اليابان تتحدد فيه الصحف اليابانية تتحدد فيه المؤسسات الدولية تتحدد فيه حتى الصحف والوكلات الاوروبية طب انا هضرب لك مثل من اهل اليابان بل من رجال الدولة في اليابان وزير المالية الياباني نفسه شونيتي سوزوكي وده بجد دور على الاسم حذر من ايه بقى من انه الوضع المالي للبلاد في اليابان اصبح غير مستقر وبشكل متزايد مش بس غير مستقر وبشكل متزايد يعني عدم الاستقرار عمال يزيد هم قلقانين انا واحد من الناس فعلا اللي عندي اعجاب شديد بالتجربة الاقتصادية اليابانية جدا جدا ناس خرجت مهزومة من الحرب بنت نفسها بناء عظيم اقتصاديا منتجاتها وبضايعها غرقت الدنيا ايه الجمال ده غرقت الدنيا منتجاتها موجودة في كل مكان طيب وزير المالية الياباني بيكمل وبيقول يا جماعة الاسواق اصبحت شديدة الصعوبة واصبحنا بنحاول نختبر الاسواق نفسها بقى تختبر قدرات البنك المركزي الياباني في ايه يطرى هيقدر يحافظ على اسعار الفايدة المنخفضة دي يعني اسعار الفايدة في البنوك اليابانية منخفضة جدا 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 هل يطرى هيقدر المركزي الياباني يحافظ على السعر المنخفض او المتدني للفايدة علشان يعرف يوفي خدمات الديون ولا هيبقى مضطر هو كمان يرفع اسعار الفايدة لتخوفات عند وزير المالية الياباني تاني تسعة واثنين من عشرة تريليون والتريليون ألف مليار تسعة واثنين من عشرة تريليون حجم الدين يوسف ده رقم صغير قدام الاقتصاد الياباني لا يا فندم ده 266% من النتج القومي الإجمالي في اليابان طيب تعالى نشوف بي بي سي تحديدا ايلين ايه بي بي سي يوم 23 اول امبارح يعني امبارح صح اه امبارح روبرت وينجفيلد هيز هو مرسل بي بي سي في توكيو بي بي سي عنوان المقال اللي كاتبه روبرت وينجفيلد هيز اليابان ده ترجمته العربية اليابان كانت المستقبل لكنها عالقت في الماضي لازم تقعد تقرأ المقال المنشور على بي بي سي طبعا بطبيعة الحال 23 يناير 20 23 اليابان كانت المستقبل ولكنها عالقت في الماضي الراجل ده بالمناسبة روبرت وينجفيلد هيز موجود في اليابان من قبل اظن اظن كان من سنة 90 او 91 شيء من هذا القبيل وكان يكتب طول الوقت مقارناتنا بين اليابان والصين وهونغ كونغ وفي المقال الأخير عقد نفس دات المقارنات اللي كان بيعقدها في 91 و92 و93 وما إلى ذلك وقال لك كنا نعتبر أنا ذاك أنه هذه الدول وهذه الاقتصادات ده بيتكلم على صين وهونغ كونغ أنهم أطفال بالمقارنة بالاقتصاد الياباني الناضج كنا نعقد المقارنة بالشوارع في الصين التي تمتلق بالموتسكلات والصخب بتاعها والعوادم اللي بتغلي في المدن بخيام من الضباب وكنا ننظر إلى توكيو باعتبارها كذا ويتغزل في توكيو نهد الراجل بيتغزل في الصين اقرى المقال تاني روبرت وينفيلد هايز بي بي سي حتى وزير المالية الياباني بيعل انتخوفاته فاللي أنا عايز أقوله لك يا مولانا عزيزي المواطن الفاضل المحترم أزمة عالمية عاصفة اعصار اعصار يضرب اقتصادات العالم كنا زمان نعقد يضرب لنا مثل كده لطيف وإحنا أطفال على أنه الأعصير أحيانا قادرة على كسر الأشجار العملاقة لكنها غير قادرة على أنها تقتل البراعم براعم فيها مرونة ما تمكنها من أنه الأعصار يعدي عليها بشيء من السلام نظرا لمرونتها نظرا لذلك ومش بقولك المقارنة دي هي مثلا الاقتصادات بتاعة أوروبا والاقتصادات بتاعة الأسواق الناشئة زي حالتنا لكن وجب التنويه أحيانا كتير أحجام ضخمة أكثر مما ينبغي وبالمناسبة آي حد بجد دار السخطاد عارف كده أنه أحيانا تأتي لمرحلة أنه بتبقى المسألة صعبة في بعض اليابان زمان بالمناسبة خفضت الإنتاج ودت حوافز للناس عشان ما يقعدوش كتير في الشغل لأنه ده كان بيسبب بقى مشاكل عكسية في الاقتصاد دي قصة تانية نبقى نشرحها لكن وده حقيقي يعني لكن الاقتصاد المصري لظروف كثيرة ولمجهودات أكتر تمكنوا بإذن ربنا سبحانه وتعالى بشرط أنه أنا وإنت نبقى مؤمنين بدا ونشتغل على ده نشتغل بالمعنى الحرفي لكلمة شغل أن الموضوع يعدي اشتغلنا هتعدي من الآخر هي روشتة كده نعمل إيه؟ نشتغل هنعدي الأزمة إزاي؟ نشتغل الأسعار تقل إزاي؟ نشتغل اشتغلت، أنتجت، صدرت، الأسعار تتضبط اشتغلت، أنتجت، وفت احتياجك المحلي، الأسعار تتضبط اشتغلت، أنتجت، مرتبك تتضبط بس كده سهلة فيها أي فكاكة إطلاقة مرتبك تتضبط